تضاربت الأنباء بشأن موقف للحكومة الإسرائيلية من اتفاق الوقف إطلاق النار في غزة حيث صرحت هيئة البث العام الإسرائيلية بأن بنيامين نتنيا وفق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين مراحل تنفيذ صفقة لتبادل الأسرة مع حركة حماس إلى هذا قال متحدث باسم الحكومة أن المسؤولين يدرسون باهتمام اقتراح هدنة جديدة في غزة قدمه المفاوضون القطريون مشيرا إلى أن المساد يدرس باهتمام ما تم تقديمه